تسببت داعيات نكبة 11 فبراير 2011 ومات له من أحداث حتى اليوم في انتكاسة كبيرة للاقتصاد اليمنية هبضت خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثل بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالية من 13% عام 2010 إلى سالب 15% لتصل الخسائر التراكمية التي تكبدها الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 70% خلال سنوات الحرب التي قاربت الخمس سنوات عملية التدمير الممنهج الاقتصاد بدأت بتفجير أنابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء والبنية التحتية التي تحققت خلال أكثر من ثلاثة عقود حتى وصل الحال إلى توقف محطة مارب الغازية وانقطاع الكهرباء عن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات القوى التي ركبت موجة ما يسمى بثورة الشباب لم تبالي بالآثار المترتبة على مطالبتها بإسقاط النظام رغم أنها جزءا منه حيث فشلت الحكومة المبثقة عن التسوية للأزمة في 2011 في الموازنة بين الاحتياجات المالية والآثار الاجتماعية بإصدار قرار لإلغاء دعم الوقود الحكومي ورفع أسعار مشتقات نفطية في جرعة قد تكون سياسية أكثر منها ضرورة اقتصادية دفعت بميليشيات الحوثي شركتها في اتصام الساحات أن تجعل منها مبررا وماطية لإسقاط مؤسسات الدولة ودخول عاصمة الصنعاء وهي تعزف على واتر إسقاط الجرعة احتدام النزاع منذ 2015 تسبب في تجميد صادرات النفط والغاز إضافة إلى توقف المنح والمساعدات الخارجية وتوقف حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتصفير احتياضات البلاد من النقد الأجنبي وارتفاع الدين العام الذي قفز إلى ما يعادل 25 مليار دولار بما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالية إضافة إلى أزمات متلاحقة ضربة القضاء المصرفية ابتداء من عجز السيولة وتشرذ من مؤسسة النقدية بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وما رافقه من طبع مبالغ مهولة من العملة الوطنية بدون غطاء تدهور تاريخي للعملة الوطنية تجاوز حاجزة 800 ريال للدولار الواحد وعلى وقع النكبة هاجرت الكثير من رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوقفت العديد من المشاريع الاستثمارية وفقدت البلاد بسببها مصدرا من مصادر الدخل الهامة والتي كانت ترفض الخزينة العامة بملايين الدولارات وتوفر فرص العمل وترتفع معها نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائية ميليشيات الحوثي وبذريعة نقل البنك المركزي إلى عدن أوقفت رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وبرامج الضمان الاجتماعية ما أصاب الحركة الاقتصادية والتجارية بالشلل ودفع بمئات الآلاف من الأسر إلى دائرة الفقر والمجاعة وتقلص بلو انعدام النفقات المخصصة لمشاريع التنمية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والمياه ما أدى إلى انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية وصفت بالأسوأ في العالم